السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدى عبد الرازق استشاري أمراض معادية وجهاز هضمي وكبد أتشارف بوجودي معكم موضوعنا النهاردة عن تحليل مرض الزهري في بعض الحالات نجد أن هناك زوجة وأصبحت حامل وتفاجأ التحليل الدورية في فترة الحمل وتفاجأ بأنها لديها اختبار VDR الإيجابي وهذا مرض الزهري طبعاً هي تتخذ وتقلق وتقول الله هذا جال من أين؟ أنا جزء راجل مستقيم ويعرف ربنا كيف لديه هذا التحليل الإيجابي؟ طبعاً أحب أن أطمنه أن في بعض الأحيان الحوامل يحدث عندهم أن اختبار VDRL وهو مرض الزهري يطلع إيجابي لكن في مثل هذه الحالات نتطمن لأننا نفعل الاختبار التأكيدي وهو TBHA ويطلع سلبي يا دكتور أنا قلقت عندما أطلع عندي إيجابي بدأت أن أشك في نفسي بدأت أن أشك في جوزي بدأت أن الدنيا سودت في عناي أنا لم أصبح أعرف الصحة فيه والغلط فيه لا نحب أن نعرف بالضبط ما هو اختبار VDRL هذا الاختبار VDRL يوضح إذا كان هذا الشخص عنده احتمالية أنه يكون زهري أو لا لكن هذا ليس هو الاختبار التأكيدي الذي نعتمد عليه الاختبار التأكيدي هو TBHA نفعله بعد عندما تخرج النتيجة إيجابي للVDRL نفس المشكلة تجدها عند بعض الناس الذين يعملون في شركة أو يتوظف يعمل تحليل VDRL يجد أن يجد نفسه إيجابي يا دكتور أنا لا ليس علاقات جنسية أنا لم أفعل شيئا بعد ذلك عندما نفعل الاختبار التأكيدي ما هو TBHA نجده سلبي إذن هذا الاختبار الذي هو VDRL هذا لا نعتبره إختبار تأكيدي هذا نعتبره فقط إختبار مبدئي الغرض منه نعرف إذا كان هذا الشخص عنده احتمالية مرض الزهري أو لا هذا سعره رخيص أرخص من الاختبار التأكيدي الذي هو TBHA إذن لا نقلق و لا نتخضي إذا طلع الـ VDRL لدينا إيجابي أحب ألفة النظر أن ميكروب الزهري هو بكتيريا سهل العلاج بتاعها المهم هو التشخيص هذا المرض يمر بثلاث مراحل مرحلة أولى و مرحلة ثانية و مرحلة ثالثة متأخرة يعني تقعد سنين على ما تظهر المرحلة الثالثة ما يميز المرحلة الأولى هو عبارة عن قرحة صغيرة غير مؤلمة تظهر على الأعضاء الجنسية في مكان دخول الميكروب البكتيري وبالتالي يتمنى أنها غير مؤلمة فبعض الناس أو بعض المرضى لا يشعروا بها بعدها سبيع تبدأ تظهر أعراض المرحلة الثانية وهي تكون عبارة عن طفح جلدي والطفح الجلدي يكون منتشر على الصدر والبطن ويصيب أيضا كف الإيد وبطن القدمين هذه المرحلة تكون مصاحبة لارتفاع في درجة الحرارة يحس الشخص أنه مصدع وفي نفس الوقت يحس أنه مرهق وفقدان للشهية بالنسبة للأعراض المرحلة الثانية الدكتور يبدأ يشك عندما يرى الطفح الجلدي أيضا المريض يمر بمرحلة ساكنة وفيها أعراض وبعد سنوات تبدأ تظهر المرحلة الثالثة أحب ألفة النظر أن مرض الظهري اخترته كلها في أهمية التشخيص لو شخصنا المريض سيأخذ العلاجه في الوقت المناسب وبالتالي لا يكون معرض لمضاعفات هذا المرض المضاعفات تظهر في المرحلة الثالثة وهي تصيب الشرايين القلب وشريان الأورطة وبعض الأحيان تصيب المخ وممكن تؤدي إلى مشاكل في التركيز ونسيان وممكن تؤدي إلى جنون وممكن تؤدي إلى الوفاء وممكن تؤدي إلى صعوبة في المش وبالتالي مهم جدا أن نشخص هذا المرض في المرحلة المبكرة نحن نلاحظ أن معظم الشباب يعمل علاقات جنسية خارج إطار الزواج يهتم جدا بميكروب الـ HIV وينسى خالص يعمل تحليل مرض الزهري نحن نحن نحب أن ننبهه ونقول له لا أنت المفروض أن تنتبه لهذا المرض لأنك لو أهملته ممكن أن تشعر في المرحلة الأولى وممكن أن المرحلة الثانية تعدى عليك تفتكرها نوع من أنواع الحساسية وتنسى الموضوع وتعيش حياتك وتبتدي تظهر عليك المرحلة الثالثة التي تظهر فيها المضاعفات الخطيرة وطبعا المرحلة الثالثة يبقى فيها صعوبة في العلاق وبالتالي نحن ننبه أن أي حد ظروفه تعرض له علاقة جنسية خارج إطار الزواج عليه أن يتوجه فورا للطبيب المختص لأن الطبيب المختص هو اللي سيوجهك ما هي الفحوصات التي تعملها وسيرعي فيها الفترة النافذة على أساس أن الأجسام المددة تبدأ تظهر في الجسم أحب ألفة النظر أن اختبارات الزهري تبقى قطعية بعد مرور ثلاثة شهور مرض الزهري من ضمن الأمراض البسيطة لو اكتشفناه مبكر وخدنا العلاق لو أحملناه وتناسيناه وابتدت تظهر المضاعفات في المرحلة الثالثة التي تبقى بعد سنوات تبقى فيه صعوبة في العلاق والمريض يمر بمضاعفات مهم جدا أن نعرف أن هناك حقن البنسلين الدكتور يوصفها وهي تجيب نتائج ممتازة في بعض الأحيان يكون المريض عنده نوع من النوع الحساسية ناحية البنسلين نضطر أن نضع أدوية أخرى الطبيب المختص هو اللي يحددها وهو اللي يحدد الفترة على هذا المرض ويتابع حالة المريض لغاية عندما يشفى تماما أنا حسيب الواتسيب لو فيه أي استفسارات 02-010-2728-4778 أرحب باستفساراتكم وإرسال التقارير الطبية أشكركم جزيلا الشكر وأرجو أن تكونوا استفدتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته